قبل ما يخلص الزتون من السوق عشان السنة دي قليل كمان تعالوا نعمل الزتون المدقوق بتعم حلو ولزيز وهتجليف غلال سابع يوم هتكوني فتحة على البرطمان ووكلة من الزتون وبالف صحة وهنا مقدمة طبعا الزتون انا بعمله كل سنة مدقوق يعني في الغالب رحت السوق لقيت الزتون السنة دي مش كتير رحت سوق الخميس سوق شعبي كده او اول سوق في العريش اساسا وما زال كسنين كتيرة جدا هبقى اصور لكم مرة السوق ده هنا انا جبت الزتون اه وكان الزتون ده زيتي يعني حلو قوي طعمه ما شاء الله طحفا وكله زي الفن ما فيهوش اتنين تلاتة على بعض بيزين هنا انا بنقيه طبعا بشيل الاوراق منه بغسله كويس وبعد كده بدقه بدق الزتون دق خفيف كده علشان افصل النواة من اللحم نفسه بتاع الزتون بعد كده بشتفه كويس وحط عليه لمون وكل يوم بغير لمدة تلات ايام صبح وبالليل المية او تلات مرات في اليوم المية وبحط اللمون زي ما انتم شايفين برضو تاني وشوية ملح يعني كبشة ملح او معلقتين من الملح على المية اللي بغير فيها الزتون بتاعنا بعد كده بكون مجهزة آآ آآ للمون ورده ربع كيلو من اللمون ربع كيلو من الفلفل الاحمر وكمان ربع كيلو من الجذر حبة زويدي مفيش مشكلة دول اتنين كيلو بس من الزتون زي ما اتفعنا نزل المرار في المية كل ما بتغير المية وتحطي ملح ولمون اللمون بيديله صفار كده في المية فبيخلي الاكسادة او اللون الغامق بتاع الزتون ما يبقاش موجود بيبقى لون ومسفر ده بيحاله هنا اشرنا وفرمنا الجذر وفرمنا كمان الفلفل وقطعنا اللمون وهنعمل كمان لمون عصير كوباية او كوباية اللاربع اهم حاجة اغسل اللمون بتاعك كويس قبل ما اتقطعيني هننزل بالخليط ده كله دي التحبيشة بتاعت الزتون يعني هننزل بيها على الزتون طبعا احنا بعد تالت يوم رابع يوم بس يبه تلات يام زي ما قلت بنقعه كل شوية بغير منه المية حطيت على الاتنين كيلو خمس معالق من الملح وكوباية اللاربع من اللمون المعصور المتصفي هنا هننزل بالربع كيلو اللمون اللي قلت لكم عليه قطعتوا ربع كده وايه هنزل بميته على اللمون وهنزل كمان بالقشري نفسه علشان يعني في ناس عادي بتاكل اللمون ده لما بيبقى بياخد بطعم التخليلة او التحبيشة بتاعت الزتون بيبقى طعمه خرافة بجد بيبقى رهيب جدا ما شاء الله طعمه خطير هنا بنقلب كويس الملح واللمون والجزر المبشور والفلفل كمان الاحمر الحرق ده فلفل احمر حرق مش فلفل رومي زي ما انتو شايفين معايا المنظر فضيئ ورحته جميلة وطعمه ألز كمان شايفين المنظر بجد يجي بالنفس انا بعمله كل سنة مش بعمل كميات كبيرة بس يدوب على قد هنا بحط فنجان من الزيت الزيت النباتي او زيت الزتون زي ما انت عايزة وقلبه كويس عشان كله يتغلغل في بعضه يعني كله يتشرب هعبيه في برطمانات البرطمانات قبل ما بعبيها بشغل الفرن تلت دقايق وحط البرطمانات مقلوبة وهي نظيفة وتتعقم وتبقى زي الفل البرطمان ما بيبش ولا بيجراله اي حاجة زي ما انتو شايفين كده بحط بام للزتون وبقفل عليه وخلاص وبحطه في باب التلاجع وفراف التلاجع بيعود تلات اربع شهور ما بيجرالهش اي حاجة خالص لان ده الزتون سريع تخليله سريع واكله سريع وتسوياته سريعة ان شاء الله يا ربي المخلل بتاعي النهاردة يعجبكو واتمنى يا ربي اذا عجبك الفيديو تعمليلي لايك عشان وتشياري مع اصحابك وتعملي اشتراك لو تحبي تتابعيني باستمرار تنوريني في قناتي وهكون متشكرة جدا لمتابعتك لي واشوفكو على خير يا رب تكونوا بتستفادوا من الفيديوهاتي اشوفكو على خير في فيديوهات جديدة كانت معاك وفا السلامة السلام عليكم اشتركوا في القناة